يعني انت عجبك شعرك ابيض ومنحكش منحكش هرد على الكلام ده وهقول انا بعمل ايه ازاي شعري انا شعري دلوقتي الحمد لله عدى نص دهري الحمد لله يعني من فضل الله اولا انت شايفيني ان شعري منحكش ولونه ابيض وانا شايفة شعري رماضي وتقيل وطويل كل واحد بيشوف يعنيه اللي هو عايزه والي هو بيفكر فيه انا ممكن اشوف الدنيا سودة وممكن اشوف الدنيا جميلة كل واحد بيشوف كل حاجة حواليه يعنيه هو احساسه اللي هو عايشه او اللي هو عقله البطن منتبرمج به فانا اعرف هنعم شعري والله اعرف اجيب بزر الكتان واطحنها واعمل جيل بزر الكتان على البارد بس انا شايفة جميل كده وعجبني قوي كده بالنسبة لشعري بقيا عشان في حبايب كتير بيسألوني انا عامل اكتر من فيديو على القناة على اليوتيوب بس برضا هقول حاليا انا بعمل ايه انا بعمل مساج على اقل خمس ايام في الاسبوع مساج بطريقة دائرية كده وبحاول افصل الجلد عن العضل بحاول بعمل كده كده بحاول هو بيبقى صعب بس مع الوقت ممكن نتعود ليه بفصل الجلد عن العضل عشان قلت قبل كده فيه عندنا سائل مهم قوي اسمه السائل لنفاوي ده بيودي الغذاء وبيشتغل مع العضل اللنفاوية وبيستنى ياخد السمو ويمشي بيها ببطء وملوش مضخة وان احنا لازم نساعده في التصريف اسمه التصريف اللنفاوي وده بيبقى في جسمنا كله وشرحة ده برضو فيديوهات بالنسبة لغسل شعري انا بخسل شعري بالكربوناتو ممكن اجيب نقطتين شامبو عشان رحت الشامبو بس اي نوع شامبو بجيب بتاع الاطفال ساعت واحط على معلقة كربوناتو او معلقتين انا بخسل فروة راسي بس ما بخسلش الشعري نفسه برفق كده بعمل مساج دائري لفروة الراس كلها يعني ما ايه مش بعمل منطقة لا بمزاج كده بروقين امسك كده بترطيفسة بحط ايدي في البتاع واعمل كده وبعدين اتنقل من مكان لمكان من مكان لمكان وشعري طبعا مبلول كمان حاجة مهمة قوي بعملها لازم اصرح شعري قبل ما اخسل شعري ليه لان بعد ما بخسل شعري زي ما قلت الخلطة دي وساعات بغلي لمونة يعني في حبيب قلت لغلي لمونة واخد العصير بتاعها عجاني بالكربوناتو هايل وحلو عملتها لقيتها فعلا حلو دي طريقة الغسيل ولا بحط بقى بلسم ولا اي حاجة غير اللي انا بقول لكم عليها دي بس دي حاجة تانية حاجة بعد ما بخسل شعري بلفه بالفوطة وما بجيش جنبه اسيبه لغاية ما ينقط الميا وكده واسيبه يعني ما بصرحوش في اليوم ده يعني انا ما بصرحوش زي دي ان انا بخسلش شعري كده انا بخسل شعري كده لما بجيش طفه بقى كده لان انا مسلك ايه مصرحة قبل ما اخسله برضو هقول حاجة كمان انا ما كانش شعري كده انا لما جالي مقومة انسلين ابتدى شعري يخف وكدت بقى من غيزي بقصه حتى خليت حازم عملولي بمكانة الحلاقة من حوالي ثلاث سنين ونص او اربع سنين تقريبا مش فاكرة بالزبط حلقهولي من هنا خلص حلق حلق يعني وسبلي شوية ستوال هنا دي كانت اخر مرة قصت فيها شعر بعد كده قالي يا ماما شعرك انا عملي ما شفت شعرك حلو كده غير لما بطلت تخسلي بالشم فعلا مع وانا مشيت بقى ايه صيام متقطع وتمرين يوجو بطلت تبعد عن المواد الكيموية والحاجات دي فعلا شعري تحس طب شعري بيحس ان هو هاي شوية مش اهيش قوي لاني ساعت وانا على البحر بعد اعمل مساج لفروة الروس من مية البحر انا معتقدة ان مية البحر هتفيد فروة الروس يعني دي مش بحسة قريطة او حاجة معلومة انا بعمل كده يعني اجيب المية وقعد اعمل مساج وانا قاعدة كده على البحر يعني مش فاكرة ان في حاجة تاني ممكن اعفدكو فيها غير ان المساج لفروة الروس ودي هم حاجة وهم نقطة مستحيل يوصل غيزة واكسجين وكولوجين واكل الغيزة واي حاجة يعني الغيزة ما هو كل حاجة يعني للخلايا وللوجه من غير ما نعمل وهنا يبقى فيه انسداد للسائل الانفاوي لازم اعمل مساج للسائل الانفاوي هستفيد شعر هيتقل وهستفيد اني الدورة الدموية والسائل الانفاوي يشتغلوا ويروحوا وييجوا ما فيهش فيه تراكم لسموم في فروة الراس زائد حاجة عايز اقول لكم مساج فروة الراس مش بس هيتقل الشعر طبعا لو ما عندناش مشكلة صحية اناقص فيتامين دال غضة دراقية مقومة انسولين فقر دم كل الحاجات دي برضو بتأثر على الشعر لكن انا عايز اقول مساج فروة الراس يا اهل الخير يا جماعة الخير مش بس هيتقل شعرك لا ده هينشط الدورة الدموية جوه فيه سائل بيغلي في المخ بيحميه من العض من جمجومة وفيه سائل المفاوي احنا جسمنا معقد احنا لازم نساعد جسمنا فاحنا لما بنعمل مساج بنستفيد حاجات كتير الدم رايح جاي بقى فيه حركة فيه حركة قلتلكوا قبل كده ان لو انا حطيت مياه في كوباية وسبتها هتعفن احنا ممكن نبقى عايشين وجوانا عفونا في جسمنا فنعمل سيوم متقطع ونعمل مساج ونعمل تمرين اليوجا واحدة واحدة كده هنلاقي نفسنا بنعمل حاجات مينش متوقعنا وكل ما بنشوف كل حاجة جميلة كل ما بنحس ان احنا اجمل المهم يعنينا تشوف ايه زي ما قلت في اول الفيديو انا شايفة نفسي ايه انا شايفة الحياة ايه انا شايفة الدنيا ايه شايفة تكون ايه كله بتاعنا ليه انا ربنا خلق كل ده ليه انا عشان انا استمتع به الفترة اللي انا عايشة في الدنيا بس كده